موسيقى الآن الزميلة الرائعة رند الديسي الله يصبحك بالخير يا رند صباح البر كيف أمورك إن شاء الله الله يساعدك بنا نحكي طبعاً إحنا اليوم عن الروزماري صحيح أوكي بنا نحكي بفوائد الروزماري طبعاً بداية أنا دا سويلي قهوة نحبة إحنا نشربنا قهوة بسنة تشربيش قهوة أنت ضيفة يعني عزيزة علينا طبعاً عارتي فبنا نحكي فوائد الروزماري ستة تقدر تسترسلي وأنا رح أقعد أسوي لك قهوة نحبة طيب نحكي معاي أتضر في ديني وأفيدك المضوع الروزماري اللي بيشوف في الرواء اللي إحنا في الرواء بيشوفكم قبل الحمد لله لما أحد بيشوف إش بصير تحت الهواء الحمد لله طيب قولينا يا رند عن فوائد الروزماري طيب اليوم اخترت نحكي عن الروزماري أنا كثير بحب الأعشاب وكثير بحب استخدامنا إلها بالطريقة الصحيحة هلأ للأسف فيه أشخاص بتفكر إنه كل الأعشاب آمنة وكل العطريات آمنة بس للأسف فيه منها ممكن عن جد يكون إلو أضرار غذائية أكثر من فوائدها فاليوم رح نحكي عن الروزماري أو إكليل الجبل كثير من الأشخاص بيستخدموه بالطبخ خاصة إنه هو طعمه كثير قوي فإحنا بنحط كمية كثير قليلة على الطبخة وبيعطي طعم كثير قوي ولكن اليوم رح نحكي من ناحية غذائية من ناحية تغذية علاجية كيف بقدر أستخدم الروزماري فيه ناس بشربوه صح؟ صحيح بطرق حتى انحسن من الصحاب كل هالحلاوة بدك تحط لها سكر الله يسعدك كل هالحلاوة بدك تحط لها رند سكر يعني سكتيني آه كم ليرندوشة أوكي هلأ أول إشي رح نحكي عن الأشخاص اللي بعانوا من احتباس السوائل بنشوف إنه احتباس السوائل هي مشكلة عند كتير من الأشخاص احتباس السوائل مش بس هو بيعمل انتفاخ بالجسم ولكن اللي بيصير عند الأشخاص إنه بيكون مرهق للكلة بيجرؤوا هدول الأشخاص إنهم ياخدوا مدر البول اللي بيكون مقرون عادة مع أدوية الضغط إذا عندهم أدوية الضغط يسلم إيديك شكراً يا أهلاً فعادة بيكون مقرون مع أدوية الضغط وللأسف التنين مع بعض بيعملوا إرهاق للكلة أدما الكلة بتكون عم بتحاول إنها تتخلص من السوائل الزائدة اللي عم بتحط عليها عبئ أكبر نحطهم ننقعهم بمي مغلية لمدة عشر دقائق نشرب كوب إلى ثلاث أكواب باليوم بيساعد بشكل كبير في إدرار البول فللأشخاص اللي عندهم احتباس سوائل إما بسبب مشاكل بالكلة أو مشاب للضغط ما هذا السؤال؟ اللي عندهم مشاكل بالكلة بيقدروا وآمن إنهم يعيق آمن إنهم يستهلكوا من كوب إلى ثلاث أكواب باليوم هلأ للمرأة الحامل هو كمان يعتبر آمن عادة معظم الأعشاب ومعظم الأشياء اللي نحن بنستخدمها نبتعد عنها خلال فترة الحمل لأنه بنخاف على الجنين ومنخاف على صحة المرأة ولكن إكليل الجبل أثبت علمياً إنه هو آمن للاستخدام خلال فترة الحمل ممكن إنه نحن ناخد كوب واحد فقط لا غير للمرأة الحامل اللي عم بصيبها احتباس سوائل أما للأشخاص اللي عندهم مشاكل أخرى عم بتأدي إلى احتباس السوائل فممكن لحد ثلاث أكواب باليوم وإذا جمعناه مع كوب بأدونس باليوم يساعد بشكل كبير إنه ينزل احتباس السوائل أخذوهم مع بعض؟ لا 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 مشخصي مع بعض ما هو مشكلة كبيرة؟ طبعاً خصوصاً عندهم أمراض بالكلا ومشاكل بالكلا مليون بالمئة صحيح ثانياً نحن نحكي عن الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي عادةً إحنا الإمساك الطرق الوحيدة اللي بنعالجه فيها هو عبر إنه نحن نزيد استهلاكنا للسوائل أو نزيد من استهلاك الألياف بالضبط أو في أشخاص للأسف تلجأ للشاي اللي بيكون مساعد إنه يصير في عندي نوع من أنواع الإسهال بالجهاز الهضمي ولكن هاي الطريقة استخدام كليل الجبل بهاي الطريقة اللي هو خمسة الهضمات غليه وتشربه طبعاً بالضبط منحطه في مي مغلية نحطه في مي مغلية يعني تغلي المي بتسقطي إكليل الجبل فيه وتطفي النار خلاص وبعدين تصفيه وتشربه أو تخليه بالكاس يعني زي المي رمي وزي اللوح مضبوط هذا الإشي بساعد بشكل كبير من تخفيف مشاكل الإمساك أولاً الماء الدافئ عام الأساسي لتليين المعدة إضافة إكليل الجبل لإله بعزز من فوائد الماء الدافئ لتليين المعدة وبالأخص إنه إكليل الجبل فيه نوع من أنواع المضادات الأكسد اللي بتساعد إنه إحنا نتخلص من الجذور الحرة وبنفس الوقت نساعد الأشخاص إنه يكون في عندهم إخراج أسهل جميل الأشخاص اللي عندهم مشاكل بذاكرة وزي وقلة في التركيز دخلكم توزعوا لنا شوية عدد يعني عدد لهدول الأشخاص عادة إحنا بنلجأ للعطريات المهدئة لما يهدأ الجهازنا العصبي بتزيد نسب التركيز عند الأشخاص فاستخدام كمان إكليل الجبل أثبت علمياً إنه بفيد الأشخاص لعندهم قلة في التركيز أو فقدان ذاكرة سريع يعني مش مرض فقدان لو لكن بفقدو ذاكرة سرعبت يعني منسى أو بتروع عمباله شغلات يعني صحيح أنت بتصيبك هذه الشغلة؟ الله هي جديد صح بتلاقيك يعني نعم نعم في أشخاص بينسوا أشياء بسبب الإنشغال الزايد هذا مختلف يعني أنت مثلاً من الأشخاص بيكون عندك مشاغل لا بس رد زمان كنت أركز كتير يعني كنت ما أنسى يعني أي شيء بمرق معاي وأحداث وهيك بضاني ما تذكرت هلأ مرات عن جد نتلا بقولوا لي لما عمنا هيك الأسبوع الماضي نحكي أنه نعم بنسى تفاصيل لازم أفحصوا روزماري أو روزماري هنا في إكليل الجبل يا جماعة الأشخاص اللي عندهم صداع أو مشاكل بالشقيقة كمان الزيوت الموجودة بالروزماري شقيقة مؤلمة جداً طبعاً شقيقة مؤلمة يعني وصف أنا ما شفت حدا بتألم منها أمامي بس لما وصف قولي الشخص أنا في عندي صديقة يعني هلأ ستة قضا يرحمها كان عندها شقيقة ولكن عندي صديقة قد ما بيسير معها قوي سوري بتصير تفرغ من وجه على الراس طبعاً بتقدرش تطلع بتقدرش تشوف الضو طبعاً بده يعتم وبده كتير سيئ بسير معاً هذول الأشخاص الضرر الأساسي عليهم بسبب الشقيقة هو من الأدوية اللي بياخدوها لعلاج الشقيقة عادةً هاي الأدوية بتأدي إلى زيادة باستهلاك الأطعمة بشكل كتير كبير لأنها هي بتفتح الشهية في معظم الحالات بتأدي إلى مشاكل في النوم يعني حتى خلال ساعات النوم بيصير فيه الشخص عنده أحلام سيئة أو اقترابات بالنوم بالنوم وبالإضافة أن هذول الأشخاص ممكن يشعروا بتعب كتير وبناموا لساعات أطول استخدامنا كمان لإكليل الجبل هو مش الحل ولكن هو بخفص من أوجاع الدماغ والشقيقة تمام بالضبط وأخيراً للأشخاص اللي عندهم التهاب بالمفاصل أو الرومنتزم كمان بساعد بشكل كتير كبير إما استخدام زيت إكليل الجبل المستوحى منه زي المرهم يعني؟ بالضبط بيندهن على المفاصل آه والله بيندهن على المفاصل صحيح مثل زيت الزيتون يعني زيت الزيتون وزيت إكليل الجبل من الزيوت اللي أثبت علمياً إذا بندهنها على المفاصل خاصة عند الأطفال بتأول مفاصل عندهم بشكل كتير كبير ولكن عند الأطفال نحنا دائماً بنلجأ لزيت الزيتون لأنه هو أأمن ونخاف من حساسية الجلد من زيت إكليل الجبل ولكن لكبار السن إذا نحنا جربناه على جزء صغير من الجسم وما تحسسوا؟ وما تحسس نقدر أنه نحنا نصير نضيفه على إما مأكولاتنا أو نصير أنه نحنا ندهن فيه المناطق المتضررة بسبب الروم السنة عليكم بإكليل الجبل يا جماعة عن جد